موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 4 اليونت الأول الدرس الرابع من أين موجودة بصفحة 12 من كتاب الطالب صفحة 10 من كتاب النشاط قبل ما نبدو الدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب اللي اسمها الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي صفحة 12 من كتاب الطالب نكتوب أعلى صفحة من أين هي أو هو طبعا لات تعوض لي عن الأكلات مثل ما رح نجي نوضح فيسأل عن أكلة معينة نحن نعرف أن الأكلات غير عاقل والغير عاقل أعوض عنها بالضمير فمن أين الأكلة الفلانية أسأل رح نجي نتعرف عليها أسفلها مكتوب listen and say these words استمع وقل هذه الكلمات أدنى مجموعة من البلدان الجديدة بالإضافة للبلدان اللي أخذناها بالدرس الأول لازم نحفظها كأملاء هذه البلدان هي شن فايدة ذن البلدان هذا الدرس عبارة عن نشاط من طين تعليمات هذا النشاط يعني مثل النشاط أو اللعبة اللي يتم لعبها داخل الصف read the instructions اقرأ تعليمات اللعبة أو النشاط شن التعليمات أولا ask about where foods and animals are from أسأل عن مكان الأطعمة والحيوانات من أين من أي بلد إذن لازم نعرف كل أكله وكل حيوان من اللي رح نجي نأخذهن من أي بلد نسأل زميلنا اللي بداخل الصف this is a survey هذه هي عبارة عن إحصائية طبعا هو بأسفل الصفحة من طين إحصائية فعني أسأل زميلي وأكتب أجوبتي وأجوز زميلي زميل أول وزميل ثاني وزميل ثالث أحد الطلاب first let's say the word أول شي لازم ننطق الكلمة الكلمات اللي أخذناها البلدان والأكلات اللي رح نأخذها والحيوانات then think of your answers بعدها فكر في أجوبتك كل أكله رح تجاوب عنها من أي بلد لازم أفكر أن هاي الجواب صحيح ما تتي لو خطأ now ask three partners بعدها نسأل ثلاثة من زملائنا بداخل الصف and write their answers ونكتب أجوبتهم are there answers the same as yours هل أجوبتهم مثل أجوبتك إذن هنا بهذا الجدول كل طالب أول شيء يسأل نفسه مثلا where is culture from من أين الكليتر يا بلد من ذن البلدان اللي أخذناهن مشهور بالكليتر يكتب جوابه هنا my answer معناها أجوبتي أنا كتلميذ وهالنوب يسأل زملاء ويكتب أجوبتهم بذن الحقول الطالب الأول والطالب الثاني والطالب الثالث ويقارن جوابه بأجوبتهم هذا مجرد نشاط صفي اللي همنا مو النشاط ولا هاي اللعبة وإنما اللي همنا المعلومات اللي لازم نحفظها من هاي الدرس أدنا أمرين لازم ننتبه لهم أولا لازم أحفظ الأكلات والحيوانات كل وحدة من أي بلد يعني الكليتر أي بلد من ذن البلدان مشهور بالكليتر وأي بلد مشهور بالماكروني اللي هي الماكرونة وأي بلد مشهور بحيوانات الباندا وحيوانات الفيلة وأكلة الكاري وأكلة المزقوف وحيوان الكنغورو اللي هو الكنغار إذن لازم نعرف الأكلات والبلدان المشهورة بيها الحيوانات والبلدان المشهورة بيها هذا أول شيء لازم نحفظه الأمر الآخر أن الأكلات تعامل معاملة المفرد فلما نرد سأل عن الأكلة معينة أعتبرها مفرد فأخلي الهضر إز نعرف أن الإز مع المفرد فأقول من أين الكليتشة؟ خليت قبل الكليتشة إز لأن الأكلات تعامل معاملة المفرد أما الحيوانات البانداز اللي هي دبابة البانداز والإليفنت اللي هي الفيلة والكنغوروز اللي هي الكناغة ألاحظ أن كلهم منتهيات بأس الجمع فأعاملهم معاملة الجمع فأقول من أين دبابة البانداز؟ إذن لازم نعرف أن الأكلات تعامل معاملة المفرد وأخلي الهن إز ودارد أعوض عنهم بالجواب أعوض عنهم بالضمير إز أما الحيوانات فأعاملهم معاملة الجمع فأخلي الهن آر وبالجواب أذارد أجاوب أقول They They are from مثلا China إلى آخره إذن خلن نحل كل أكلة أو كل الحيوان من أي بلد البلد المشهور به وبعدها ننتقل إلى موضوع قواعد جدا مهم بالامتحان الشهر والامتحان الوزاري هسا اتفقنا أنه لازم نحفظ الأكلات والحيوانات وبلدانها فهنان الأستاذ يسأل يقول من أين أكلت الكليتشة؟ يا بلد مشهور بالكلية فالطالب لازم يجاوب نحن نعرف أن الكليتشة مفرد غير عاقل أعوض عنها بالضمير إت فأقول إت واللي إت تأخذ إز إت إز فروم إراك إنها من العراق فالعراق هو مشهور بأكلة الكليتشة إحنا نتبه هاي أسئلة شفوية جدا مهمة تسأل داخل الصف وتسأل بالامتحان الشفوي الخاص بالشهر الأول وتسأل بامتحان نص سنة كامتحان شفوي وكذلك يتفيدنا بالامتحان التحريري مثل ما رح نجي نوضح بصيغ الأسئلة فالسؤال الأول من أين الكليتشة؟ الطالب يجاوب إنها من العراق الأستاذ يسأل المرة ثانية من أين أكلت الماكرونة؟ الطالب يجاوب بما أن الأكل قلنا يعامل معاملة المفرد غير عاقل أقول it والإت تأخذ is it is from إنها من نحن نعرف أن أكلت الماكرونة مشهورة بإيطاليا فأقول it is from إيطالي إنها من إيطاليا السؤال الثالث الأستاذ يسأل من أين دببة الباندا؟ ألاحظوا أنه قال لأن الباندا تعامل معاملة الجمع بها أس جمع الطالب من يجاوب ما يقول it is لأن الحيوانات جمع أقول they are they are from إنها من يا دولة من الدول مشهورة بالدببة دببة الباندا نعرف أنه الصين هي اللي مشهورة فأقول they are from china إنها من الصين الأستاذ يسأل مرة ثانية where are elephants from من أين الفيلة نعرف أن الفيلة مشهورة بآسيا وأفريقيا فالطالب يجاوب يقول they are لأن الإلفانات جمع أقول they والذي تاخذ they are from إنها من Asia and Africa من آسيا وأفريقيا الأستاذ يسأل مرة ثانية where is carry from من أين أكلت الكاري كاري هي أكلة هندية فالطالب يجاوب بما أن الأكلة مفرد غير عاقل أقول it والذي تاخذ is it is from India إنها من الهند الأستاذ يسأل مرة ثانية where is mascoof from من أين أكلت المزقوف الطالب يجاوب it is from Iraq إنها من العراق العراق مشهور بأكلة المزقوف السؤال الأخير where are kangaro's from من أين حيوانات ال kangar الطالب يجاوب بما أن نجمع يقول they والذي تاخذ are they are from Australia إنها من أستراليا أستراليا هو البلد المشهور بالكنغار هذا ما يخص هذه الصفحة عرفنا الأكلات والبلدان التي تنتمي لها الحيوانات والبلدان المشهورة بيها هذا أني لازم أحفظهن لأن تفيدني بالامتحان الشفوي والأسئلة الشفوية الداخل الصوف وكذلك بالامتحان التحريري مثل ما رح نجي نوضح بهاي الفقرة ملاحظات قواعدية عدنا ملاحظات جدا مهمة عن هذا الموضوع اللي تجينا بالامتحان التحريري أولا نتعامل مع الأكلات تعامل المفرد الغير عاقل فنعوض عنها بـ كما في المثال التالي مثال من أين أكلت اللي تجينا بالدرس السابق نسأل إذا أريد نسأل عن ديما أقول من أين ديما ديما بنت أعوض عنها بالضمير شي فأقول شي إنها من إراق مثال آخر من أين أكلت المزقوف كذلك المزقوف أكله غير عاقل أعوض عنها بالضمير إت والإت تأخذ إت من أين أكلت الكاري من أين أكلت إنديا مثال آخر من أين أكلت الماكرونة من أكلت إيطاليا إنها من إيطاليا إذن نتعامل مع الأكلت تعامل المفرد الغير عاقل فنعوض عنها بالضمير إت شون تجينا بالامتحان مثلا يقول لي فراغ إز فروم إراك فراغ من العراق وخيارني بين الضمير إين وإت فالكليت غير عاقل أعوض عنها بالضمير إت حيث نلاحظ هنا إننا عبرنا عن الأكلت جميعها بالضمير إت في حين الحيوانات في منهج الخامس الابتدائي جميعها تأتي بصيغة الجمع مثل هذه الملاحظة من أين دببة الباندا بما أن الباندا جمع لاحظ أن أنا أستجمع خليت جوها خاط أستجمع إذن هذه الكلمة جمع أعوض عنها بالضمير والذي تأخذ إنها من الصين مثال آخر من أين حيوانات الكنغر إنها من أستراليا ومثال آخر Where are elephants from They are from Africa and Asia إنها من أفريقيا وآسيا هذا ما يخص ملاحظات القواعدية عن موضوع الأكلات والحيوانات عرفنا الأكلات تعامل معاملة المفرد الغير عاقل ونعوض عنها بالضمير إت بالجواب والحيوانات تعامل معاملة الجمع ونعوض عنها بالضمير ذي ننتقل إلى الصفحة ثانية P4 Project بكل يونت موجود هذا المشروع هذا عبارة عن نشاط لا صفي الطلاب يحلوه بالدفتر ويجيبون حلهم للأستاذ ثاني يوم على موضي يطيهم درجات كنشاط لا صفي فهنا أنا يقول لك Look at the mini project انظر إلى هذا المشروع المصغر That the class did الذي عمله الصف Look at the blue words انظر إلى الكلمات الزرقاء طبعا What's wrong ما الخطأ فيها خلنجي نقرأ النص ونشوف شن الكلمات اللي ممكن نخليها بدل ذلك كلمات الزرقاء الخاطئة فهنا أنا يقول كليتشا is a very famous Thai cookie الكليتشا هي عبارة عن كعك تايلندي مشهور جدا very famous مشهور جدا شن الخطأ بالجملة أكيد الخطأ بكلمة Thai احنا نعرف ان الكليتشا من العراق فأخلي خط على كلمة Thai وأضع بدلها كلمة Iraqi لأن هي الأكلة عراقية إذن هذا أول خطأ وجدناه بالنص نكمل we love كليتشا نحن نحب الكليتشا مزقوف is a popular Iraqi food أكلة المزقوف هي أكلة شعبية popular شعبي food طعام عراقي شعبي لحد الآن ما بيخطأ and we often eat it on Friday وغالبا ما نأكلها في يوم الجمعة carry is from France أكلة الكاري من فرنسا شن الخطأ بالجملة نعرف أخذنا قبل دقائق أن الكاري هي أكلة هندية فأخلي خط على كلمة France وأخلي بدالها كلمة India carry is from India أكلة الكاري من الهند مشهورة بالهند but we eat carry in Iraq لكننا في العراق نأكل الكاري two أيضا our class favorite food is chicken carry طعام صفنا المفضل favorite مفضل is chicken carry هو ذجاج بالكاري the famous Japanese food is macaroni الطعام الياباني المشهور هو أكلة الماكرونة شن الخطأ بالجملة أكيد كلمة Japanese أخلي عليها خط ونحن نعرف أن الماكرونة هي أكلة إيطالية فأخلي خط على Japanese وأضع بدالها Italian the famous Italian food is macaroni أكلة إيطالية مشهورة هي أكلة الماكرونة we like macaroni نحن نحب الماكرونة with tomatoes and cheese مع الطماطا والجبن elephants are from England الفيلة من إنجلترا and Asia وآسيا شن الخطأ بالجملة نعرف أن الفيلة هي من آسيا وأفريقيا فأخلي خط على إنجلند وأضع بدالها Africa Africa and Asia الفيلة من أفريقيا وآسيا Kangoros are from Australia الكنغر من أستراليا and pandas are from Italy ودببة الباندة من إيطاليا شنو الخطأ بالجملة أكيد كلمة إيطاليا أجر عليها خط وخلي بدالها China نعرف أنه دببة الباندة من الصين هذا ما يخص المشروع الطالب يحاول يكتب الدفتر بالشكل الصحيح ويخلي بعض الصور إن أمكن أو رسومات مثل ما هو موجود ويأخذ للصف كنشاط لا صفي الأستاذ يطيه على درجات ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين A complete the information file about each food أكمل ملف المعلومات information file ملف معلومات about each food عن كل نوع من الأطعمة use the words from boxes واستخدم ذن الكلمات من هذا الصندوق طبعا هنا منطيني الصورة للطعام يريد اسمه والبلد المشهور به فهنان مثلا هذا يا طعام أخذناه هذه أكلة الكليتة فأقول اسمها كليتة أي بلد مشهور بهذه الأكلة نعرف أن الكليتة مشهورة بالعراق فأكتب Iraq الصورة الثانية صورة المزقوف فأكتب اسم الأكلة مزقوف ويا بلد مشهور بيها كذلك الإراق الصورة الثالثة صورة الكاري فأكتب اسم الأكلة كاري والبلد المشهور بيها هو الهند India أما الصورة الرابعة صورة الماكرونة أكتب اسم الأكلة ماكروني والبلد المشهور بها إيطالي أكلة إيطالية هذا ما يخص تمرين أي مجرد تمرين لمراجعة الأكلات والبلدان اللي مشهورة بها ننتقل إلى تمرين ب read the clues أقرأ هذه المقاطع name the country for each nationality أكتب البلد لكل جنسية مطين مجموعة من الجنسيات يريد البلد أكتبها بداخل ذن المربعات هسا نجي نعرف شوان حل ذن المربعات and write the crossword وكتب الكلمات بداخل المربعات طبعا هنا نقسم الأسئلة لها قسميا الكروس معناها بالعرض أروح أكتب هذا البلد رقم واحد بالعرض هذا الأول أكتبه بالعرض والdown أكتب البلد بالطول مثل ما موضح بالحقول الطولية فمثلا number one أولا Egyptian Egyptian معناها مصري أريدني أكتب البلد مع الإيجبشن هذه جنسية أريد البلد معلتها برقم واحد بالعرض هذا رقم واحد بالعرض فأكتب Egypt Egypt تكتب بهذه الطريقة أوزعها عن المربعات شرط أن الحروف مناسبة لعدد المربعات Egypt مصر ثانيا تركيش تركيش جنسية ما تركي ونكتبها بالحقول الطولية رقم اثنين هذا الحقول الطولية رقم اثنين فتبدي بحرف T وأكمل Turkey هنا تي يجب أن تكتب بحرف كبير ننتبه لها لكن هنا لأن بداخل المربعات كتبتها بالصغير فأنتوا حالوا تكتبون كل الحروف بالحرف الكبير number three ثالثا number three ثالثا Japanese 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 أريد اسم البلد Japan ونكتبه بالحقل الطولي رقم ثلاثة هذا الحقل الطولي رقم ثلاثة فأكتب Japan شرط أن الحروف على عدد المربعات number four Australian Australian Australia أريد البلد مالتا Australia بها أحقل بالحقل الرابع بالعرض فأكتب Australia شرط أن الحروف تناسب المربعات number five تاي تاي جنسية شن البلد تايلاند فأكتبها بالحقل الخامس بالطول هذا الحقل الخامس بالطول فأكتب تايلاند تايلاند هي البلد الخاص بجنسية تاي number six سادسا Italian سادسا بالعرض وأنا السادسا هاي السادسا عدنا سادسا بالعرض وكذلك بالطول لذلك أنا منطيني سادسا هنا وسادسا هنا واحدة بالعرض واحدة بالطول أسا نجي بالعرض إيتاليان إيتاليان جنسية شن البلد إيتالي فأخلي إيتالي وسادسا بالطول إراكي شن البلد إراك فأكتب إراك number seven سابعا فرنش فرنش فرنسي البلد فرانس فأخلي البلد سابعا بالعرض هاي فرانس ونمبر eight ثامنا انجليش شن البلد انجلند فأخليها بثامنا بالطول ثامنا بالطول انجلند ونمبر nine تاسعا chinese chinese صيني البلد china فأخليها في الحقل التاسع بالعرض هذا ما يخص هذا التمرين بسيط جدا مجرد يذكرني خلينا أراجع البلدان وجنسياتها على طريقة الكلمات المتقاطعة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة امامكم على الشاشة